أهلاً بكم مشاهدينا من جديد الحقيقة مع ارتفاع درجات الحرارة المصاحبة لأيام الصيام بتتسارع المواقع لتقديم النصايح إزاي تحافظ على رتوبة الجسم أهم المشروضات اللي بتساعدك على تحمل الحرارة مع الصيام هنعرف أهم النصايح من خلال دكتور فادي ناجي واستشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة اللي منورنا ومشرفنا وحنستنى أكيد تليفوناتكم لو عندكم أي أسئلة أو استفسار بإذن الله هنكون في شرف انتظار أسئلة حضراتكم أزيك يا دكتور فادي أزيك يا سيشيام أزيك يا حضرتك منور الدنيا كله ربنا يخليك ومسوط بيك ودايما ومسوطنا دايما معكم ربنا يبارك في حضرتك بنتشرف أكيد بوجودك وأيام الحر مع الصيام عاملة شوية دربكة عند بعض الناس أه طبعا فالبعد بدأ يسأل طبعا أعمل إيه عشان أحافظ على رتوبة الجسم معتاش أكل إيه أشرب إيه عشان برضو أكون في السيف سايد في ساعات الصيام على مدار اليوم طبعا ربنا يعين كل اللي صايمين اليومين دول إن كمان درجة الحرارة يعني زادت مرة واحدة فالنصايح اللي هنقولها النهاردة هي بسيطة جدا جدا وموجودة في كل بيت يعني أنا مش هطلب حاجات صعبة أو حاجات غريبة لأن الناس ساعات كده إيه يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي معروفة إن هي بتقلل العطش الأفوكادو مثلا ممكن حد يسمع كده يقول لي أفوكادو إيه في الأيام اللي إحنا فيها دي هنجيبه منين ما بقاش متوفر فإحنا هنقول حاجات بسيطة جدا جدا أول حاجة وبسيطة أنت مش جمل يعني ما تتعاملش مع جسمك إن أنت قادر إنك تخزن المية الناس بتعمل إيه؟ بيجي وقت المغرب يروح شارب لتر ونص مية وينسى المية خالص في الفترة اللي ما بين الفطار لغاية الفجر أو لغاية وجبة الصحور ويجي وجبة الصحور يشرب لتر ونص مية كمان يقولك أنا سمعتك أنا لها تلاتة لتر أنا شبتهم هون مش قادر يعرف إن المية لو تشربت كلها مرة واحدة هتخرج كلها مرة واحدة بل بالعكس ده يعملك شعور بالعطش أنت مش زي الجمل ما عندكش خاصية إن أنت تخزن المية فالحل إن المية دايما تبقى متقسمة متقسمة بمعدل كبايتين كل نص ساعة أو كل ساعة على أقصى تقدير يعني كل ساعة تشرب كبايتين في الفترة اللي ما بين المغرب لغاية وقت الفجر دي أول نصيحة النصيحة التانية لازم تعرف إن عشان تحس إن انت مش عطشان في فترة الصيام تبقى مركز في كمية البوتاسيوم وكمية الصوديوم اللي بيدخله جسمك في الفترة اللي ما بين فترة الأكل أو الفترة اللي ما بين المغرب لغاية الفجر الصوديوم يتمنع تماما نبعد عنه تماما أو نقلله لأكبر قدر ممكن وناخده من اللي جوه الحاجة يعني مخللات بلاش حوادق بلاش التوابل الكتير بلاش الأغذية المحفوظة بلاش أي حاجة معبئة أو مغلفة بيبقى فيها نسبة صوديوم عالية عشان خاطر الحفاظ بتاعها أو المواد الحافظة بتاعتها عشان ما تبصش فدايما نحاول نبعد عنده ونركز على الأكلات اللي فيها بوتاسيوم عالي نعم فيهم طبعا المخللات هي بتعتش في كل نحو طبعا إن كمية الملح فيها وكمية الصوديوم فيها عالية واللب بين والحاجات دي برضو وكل المكسرات المملحة وعشان كلا دايما بننصح لو هنستخدم مكسرات ناخدها في حالتها النية اللي هي مش متحمصة ومش متملحة عشان كمية الملح اللي فيها أو كمية الصوديوم اللي فيها تكون مش موجودة يا دوب اللي جوه الحاجة نفسها مش عايز أي إضافات من الملح خاطر ترجمة نانسي قنقر